اشتركوا في القناة منتدى حوار المنامة ومع انتهاء فعالياته استطاع ان يشمل قضايا الاقليم كافة ليترحها على طاولته التي زخرت مقاعدها بتموضع نخبة من خبراء السياسة والاقتصاد ممن ساقت خبراتهم قراءات خاصة عممت معطياتها باسلوب موضوعي سهل معه استنباط الناتج من المقصود وهذه الافكار تكون نتيجة السماع للموجودين في المنطقة الاشخاص من خارج المنطقة وفي نفس الوقت فرصة للي خارج المنطقة يستمعون الى ما يدور في المنطقة ويكون في حل فعلا نوع من التواصل فيما بيننا للخروج للمخرجات فعلا تفيد المنطقة واذا تشوف كثير من القضايا اللي تم مناقشتها فعلا تم تطبيقها على ارض الواقع من 2005 الى اليوم لا شك ان الفائدة منه تكمن في التنوع الحضور الذي يأتي الى هذا المكان ووجهات النظر المختلفة التي يسمعها الانسان عن المواضيع المختلفة وكما شاهدنا فالمواضيع لا تتعلق بالسياسة فقط وانما بالاجتماع والاقتصاد والارهاب وغيرها من الامور التي تهم الانسان جلسات اربع ضمها اليوم الاخير لمنتدى حوار المنامة تمحورت حول افاق حل الصراع واعادة الاعمار في سوريا واليمن ومستقبل العراق فضلا عن الحملة الدولية ضد الارهاب نهيكا عن الضرورة الامنية للاصلاح الاقتصادي الى جانب جلسة كان معها الختام ومسك تمثلت بالصراعات الاقليمية والارهاب خيارات السياسة بالتأكيد المحاور كانت كلها مهمة تم التطرق الى موضوع اليمن والتطورات هناك ايضا موضوع سوريا موضوع العراق موضوع ليبيا وكل التطورات الاقليمية الامن الاقليمي هو هاجز كبير ودول الخليج من اكثر الدول التي تسعى الى ايجاد منظومة امنية متكاملة من خلالها توفر الامن والاقليم ايضا تم التطرق الى التداخلات الايرانية في المنطقة سواء في العراق او في سوريا والدور السلبي مع الاسف اللي تلعب فيما يتعلق بالتدخل في منظومة امن منطقة الخليج بشكل سافر وغير صحيح تقييم من وجهة نظر خاصة لمدى نجاح النسخة الثالثة عشر لحوار المنامة ووزن مختلف المواضيع والقضايا التي افلح في التركيز عليها نسخة منتدى حوار المنامة لهذا العام جاءت مليئة بالمواضيع والقضايا التي حرصنا على تناولها بالفعل المنتدى اثبت نجاحه نسخة تلو الاخرى لكونه منصة يطرح من خلالها السياسيون والاقتصاديون ابرز المواضيع التي تؤرق المجتمع الدولي والشرق الاوسط تحديدا تقسيمات العقل السياسي دائما ما تفصل كل قضية على حدة لتوضع امام مقام كل منها ما يناسبها من افكار يجود بها الخائضون في حقل دبلوماسيات خضراء تعاين المشهد من جانب اخر ولا تتناسى انماء الحلول بتغذية جيدة توصيات عديدة من المؤمل ان تتلاءم مع حجم مشكلات المنطقة التي تتصدر عنوين الساحة ستار ازدل على فعاليات منتدى حوار المنامة الذي وقف طيلة ايام عقاده على جوانب الصورة الكئيبة للوضع الحاصل في المنطقة والعالم اجمع ملتفتا نحو ضرورة بناء العديد من التفاهمات السياسية التي من شأنها تصويب الاوضاع الحالية ما امكن لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر